كما تيجي بقى نشوف الجون ولا حصل الجون فبعناها كده ايه ان النادي الاهلي عارف كويس اوي ان هو ينزل يضغط ويضغط ازاي ادي كورة الهدف ضغط نفس الضغط بتاع الصورة اللي قبلها اول ما الكورة رجعت لحارس قراوة وهنا هيبقى تحية كبيرة اول كوكا مع الحالات لما تكمل شوف هنا الضغطة تلاقي حسيني الشاحات ساب الراجل الباك وانباد اعاوز بقى كلمك هنا على احمد احمد نبيل كوكا اللي بضغط على لعيب رقم أو علاعي بالاميز في قربه في الطلاب كورة مكمل فريم بص بقى كريم هنا بص احمد نبيل كوكا جسمه عارف مش معدول ليه هو هنا واقف ما بين الاثنين هيدغط على الراجل ده وهقفلLI زوية التمرير على الراجل اللي قم حاوزا تلاق عليه النات الأول السورة دي لو انا بين البنين انا بين البنين اول ما الراجل يلم الكورة التاني نشوف الفريم اللي بعده اول ما الراجل هلم هيلعب لراجل في احمد احمد نبيل كوكا خلاص هيقطع الراجل. نكمل الفريم اللي بقده. انا احمد برضو نبيل كوكا. الراجل رجع في بورس يا كريم. افل الزاوية التمرير. وفي نفس الوقت تقرب راجل. وعلى اتنين مش على واحد. بالزبط. ودي وهي هنا بقى الوعي التكتيكي ان انا مش بضغط بس. انا لازم افل زاوية التمرير عشان احرم ان هم يطعق كرة. ضغط على احمد نبيل كوكا. قامت الكرة اتقطعت ووصلت يا كريم لبيرسي تاو. اللي حط كرة ولا اجمل ولا اروع. كنا انا اتمنى طبعا من هو يحطها. حلو. طيب. اللي جاي هتكلمني عن احمد نبيل كوكا. يلا بين. ينفع هتكلمني لوحده عشان نبيل كوكا. يلا بين. لو فيه هداية الالي خدها في البطولة دي. طبعا. 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 طيب. تعالى بقى نتكلم احمد نبيل كوكا. طبعا انا كريم قبل ما نتقبل حالات سريعا. هنجري عشان الوقت. المفاجأة الكبيرة كانت ازاي ديانج بيغيب. واللي بينزل مكانه احمد نبيل كوكا. صح. تعالى نفرق احمد نبيل كوكا بيعمل في كل حاجة في الملعب. اي مدير فني عاوزها. اه. هنا احمد نبيل كوكا قصة كلها ان هو كان بينزل دابل بيفوت يعني الاتنين رقم سيء. كان مراهنا عزيه بس بيفوت ده اللاعيب اللي هو بيطلع بالكورة او ريجستة او. او لقاب لقم سيطة زي ما الناس عارف. كده. هو هنا كان بيضم عشان على طول مرة انا عطيه كان ممسوك من لعبة قراوة. اول مرة ايجي السنة بتوح بيطلع عليه. نشوف محمد شناوي هنا. نادي الالا حاول يطلع بالكورة. زي ما انت شاف ضغط كبير من قراوة. المتنفس اللي هيكون. كمله السرعة عطول باشرة. كده بيطلع. هو احمد نبيل كوكا بيطلب الكورة يا كريم. واول ما هيطلب الكورة. بص بقى يا كريم اللي كان. قبل ما يستلم الكورة. عشان اللي بقى سهاله. بس هنا بقى قيمة احمد نبيل كوكا. رجل عمل اسكان وعارف ادواره كويس جدا. اول ما الكورة بتتلعب له يا كريم هيستلم. نكمل بقى الحالات لو في اي حاجة هنقف. احمد نبيل كوكا بيستلم. بص بقى يا كريم هنا. هو ادى اريحية للنادي الاهلي ان هو هيقدر يطلع بالكورة. فبالتالي مين اللي زاء? وطلع له قدام. علي معلول. هيطلع الكورة ليه? علي معلول. وهتتحول هجمة للنادي الاهلي. كورة تانية برضو احمد نبيل. تشوف كورة تحولت النادي. هو النادي اللي بقى يطلع بالكورة عن طريق احمد نبيل. الكورة تانية برضو نفس الكلام هنا. اه اه. نبيل كوكا مش موجود في الكدر. ضغط على مرانة عطية عشان زي ما قلت لك خروج بالكورة. فمحمد عبد المنع مش هاليه حد يلعب له. فمحمد عبد المنع ما يمراجع وراء تاني. هيرجع لي مرانة عطية. مين اللي نزل عشان حل المشكلة. احمد نبيل كوكا. هيرجل هينزل. بص يا كريم بقى بعد ما يستلم. هيلعب الكورة مرانة عطية. مرانة عطية يلعب الكورة اللي علي معلول. بص بقنا. ونرجع فريم معيش واحد قبلها. فريم واحد بس عشان نشوف دور كوكا فيه. الراجل رقم تلاتة ده كم مفروض هيخش على الراجل اللي هو اللي جنب الحكم. نرجع فريم كمان. الراجل رقم تلاتة ده كم مفروض اصلا يمسك آآ آآ علي معلول. نزول احمد نبيل كوكا صحب الراجل معافة بالتالي اتفضلت المساحة المين? لعلي معلول. نكمل بقى الفريم. فاول ما الكورة تتلائب توصل ليه علي معلول. نكمل يتشوف بقى كوكا هيعمل ايه? علي معلول برضو الزاوية مقفولة. كوكا هيمشي بالكورة. علي معلول هيلعب مع مع احسين الشاعات. اول ما حسين الشاعات هيستلمها. يرجع تاني لعلي معلول. عاوزك بقى تبص على كوكا. الزاوية مقفولة. الراجل هيتحرك تلات اربع خطوات بالزبط عشان يستلم الكورة. نكمل الفريم. هيستلم الكورة يا كريم. وهيغير الملعب خالص. ممتج. يتلعب الكورة ناحية التانية. مين اللي مش قاور تحت هنا? محمد عاني عشان تتحول هجمة للنادي العالي. اخر حاجة فا احمد نبيل كوكا وهي مهمة جدا. احنا كلمنا على دروعة دروعة بكورة. طب الراجل ده بيستخلص. الراجل ده مماس جدا في الاستخلاص. دي كورة. دي كانت الحاجمة. في بقى كورة تانية. النادي العالي بيحاول نلعب قوت. عاوز اخريك بص احمد نبيل كوكا فين? موجود جنب الحكم في نص الملعب. اول نلعب القوت. اول ما الكورة هتتلاقي بالقوت. هتتقطع من قراوة. وعا كده هترجع كورة عالية تاني. بص بقى كريم. الاتنين سبقين. احمد نبيل كوكا. اول ما الكورة هتنزل على الارض ووجه. هيدخل على الكورة. هيحاول ياخد الكورة من احمد نبيل كوكا قطع الكورة بقوة كبيرة جدا. وتحولت من هجمة لقراوة لهجمة للنادي الاهلي. وبالمناسبة الهجمة دي اللي جي منها الكورة العرضة اللي جي منها الكورنر اللي احرز منه النادي الاهلي الهدف الاول. فاكبر مكسب من في اللعيبة للبطولة كسر العالم الاندية السنة دي هو احمد نبيل كوكا للنادي الاهلي. طيب. ده احمد نبيل كوكا. اللي جاي حابب تكلمني عن. الاول قبل ما نروح للحاجات تانية. بس هتقومني بسرعة. احمل نبيل كوكا بعد بعد البطولة دي. حافظ مكانه في تشكية الاهل في وسط مرعب النادي قلب بشكل اساسي. اعتقد كولا واحدا. على حساب اليو ديانج. ولا على حساب ما انا اعطيها. لا لا لا. على حساب اليو ديانج. هو خلاص التلاتة اللي هيبوا الماتش بتاعت حد سعودي وماتش النهاردة. هوما بنسبة كبيرة هيبوا التلاتة الاساسي بتوع مارس الكولر. باستثناء ممكن بعض امبارات في افريقيا. اعتقد ان هو هيدخل اليو ديانج عشان الرتم بتاعه السريع في الارتدادات وفي الانتحامات اللي تبقى موجودة.